السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بنرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية ما هذا المسالة؟ احنا اليوم في بيت العم ابو محمد واليوم هو الـ 1-26-09-2004 احنا في مخيم البقعة حياكم الله الله يحييك هذا المشروع يعمي بهدف الى تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية والجهات المسؤولة عنه تحالف العودة في امريكا وفلسطين في الذاكرة palestine remember.com اسرة هالي المقابلة عم ابو محمد بتنقسم لقسمين القسم الاول بهدف لتكوين صورة عن الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية قبل النكبة والقسم الثاني بهدف لنقل صورة عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين خلال النكبة وفي مخيمات اللجوء الله حييك اللي بيكون بعد في هاي المقابلة معاكو غازي محمد اسماعين اللحم الله حييك القسم الاول من العسل ممكن تعرفنا باسمك الكامل يا عم ابو محمد إبراهيم راغب إبراهيم الشطرة ممكن تحكي لنا عن تاريخ ميلادك ومكان ولادتك ميلادتي في جيرنا خاص في سبعة وعشرين الف تسعمين وسبعة وعشرين نعم ممكن تعرفنا باسم الكامل للوالد راغب إبراهيم محمد الشطرة الاسم الكامل للوالد هادي عبد الهادي صراحي صراحي عم ابو محمد انت بتوافق على إجراها المقابلة بكامل إرادتك وتعطينا المعلومات اللي مثل ما بتتذكر نعم لين كانت تابعة عم قرية دير نخاس الخليل قضاء الخليل بأي اتجاه كانت الغرب الشمال بعيدة كانت كثير عن الخليل 22 كيلو بتتذكر أو بتعرف ليش تسميت دير نخاس عندك فكرة ليش انت سمت هيك لا لا هذا لا طيب عم تتذكر قديش كانت سكان القرية دير نخاس قبل الثمانية واربعين كانت قل من ألف أقل من ألف عادت سكانها طيب عم بتقدر تعطينا وصف جغرافي للقرية يعني القرية وما يحيط فيها مثلا القرية على إيش كانت تقاع قديش على هضبة نعم لآخر جبل نعم بتقاع على حواليها سهل نعم هي باقي على هضبة عادي نعم وعليها حواليها سهل نعم من الشمال شو كان بجيها أي قرية كانت تجيها من جهة الشمال من الشمال عجور 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 قديش كانت تبعد عمي عجور عنها والله بجوز أربعة خمس كيلو بل حدود بجيها مثل تقول لك شي نعم فيها موقع عفري عجور بين عجور نعم بين الغرب عجور الشمال الغربي نعم في عندها تل أفري في المثلج زيزة تلك زيزة زيزة نعم تطلع عليه بالعيل المجردة نعم تشوفهم منها بلغزة نعم بعد عجور شو في عمي بعد عجور في جيبات نتيب هذا زكريا زكريا طيب هذا من الشمال من جهة الغرب بيت جبرين بعيدة كثير بيت جبرين اثنين كيلو اثنين كيلو نعم كان في وديان جبال بينك وبين بيت جبرين نعم سهل سهل بعد بيت جبرين شو كان فيه في الجهة هذي بقى يجي العراق المنفية نعم هاي جهة الغزة نعم كان عزاز غزة نعم والفنوجي نعم طب من الجهة الشرقية عمي تيجي ترقوميا بعيدة كثير كانت ترقوميا والله يعني بعدوز أربعة خمس بعدوز أربعة خمس تيجي الجانبها بطولة يعني بحدات بعض ولكن تيجي إذنة بعدها إذنة تيجي للجنوب شريف من الجنوب شو كان بحدكم من الجنوب من الجنوب كانت الدوايمة بس الدوايمة وبعد هيك الدوايمة قداش كانت ابعيدة عنكو يا عمي والله يعني خطوة ممكن ستة سبعة وقل أربعة خمت كيلة نعم طيب هل كان كبنيات أو مستعمرات يهود حواليكو في المنطقة؟ لا ما كان فيه؟ لا طبعا ديرنخ خاص كان فيها مربوط فيها طرق رئيسية معبدة مزفتة؟ كانت القري لا لكن كانت مربوطة طبق طريق طريق من الخليل لجميع برسطين هاي الطريق كانت مزفتة يا عمي؟ اه معمل كان يمر منها سيارات؟ طيب كان فيه طرق مش معبدة مش مزفتة طرق ترابية كان يمر عليها السيارات؟ لا 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 ما كان بس طرق كانت الباغية وطرق دواب كانت؟ اه طرق دواب وطرق مشي؟ اه البصات اللي كان انه مر من عندكو تتذكر شو اسم شركة المواصلات؟ شركة البصات اللي كانت تمر من غادي؟ بقى الشربات الشربات هاي لين هاي التابعة؟ للخليل بس هي شركة الشربات؟ اه بس كان فيه لناس خاص يمروا يحملوا مثلا؟ نعم كانت تتركة البصات نعم للشربات للشربات تنزل من الخليل البيابة ايوه فطرق عبد يوريينو على نعم طلع عمي هالحين احنا بننفوت في القرية نفسها؟ نعم بتقدر تتذكر كيف كان مواقع القرية الحارات اللي فيها؟ مثلا من الجهة الشمال حارة مين كانت؟ كانت الناس قني ضغيرة و مش حرات كانوا شوارع ضغيرة نعم سكان يعني عائلات عائلات من جهة الشمال مين كان ساكن؟ من العائلات كانوا دار نصار دار عبد الحميد هذول مين كان مختارهم دار نصار ودار عبد الحميد هذا ما فيه تائما مخلطي ما قولك كان منه قسم منهم شطرات وغير شطرات طب العائلات الرئيسية اللي كانت ساكنة مثلا كان مثلا ساكن عائلة الشطرات في الجنوب او في الجنوب ما كانوش كانوا خلط كلها كلها بقرية خلط طيب العائلات الرئيسية اللي كانت في القرية مين هي؟ الشطرات الشطرات مين كان مختارهم او شيخهم الشطرات؟ دار نصار زمانه ماد مين هو؟ شو اسمه؟ كانو عز محمد العبد الغني عائلات الثانية مين غير الشطرات؟ أبو قطام أبو قطام مين كان مختارهم يا عمي؟ كان مختارهم محمد احمد ابو قطام محمد احمد ابو قطام طيب غيرهم من العائلات؟ غيرهم ما عزازمة عزازمة هذول بدو هذول؟ ماسولهم بدو بقوله نعم مين كان مختارهم تتذكر ما لهم جمختار ما كان لهم مختار طيب غيرهم العائلات كان في حدا يعني عائلات رئيسية الشطرات وكان عزازمة وكان ابو قطان عرب عرب دار دار عرب كان دار عرب طيب عمي في القرية عندكو كان في مدرسة صارت لاخر الفترة اه مدرسة ايش مدرسة ذكور ولا مدرسة تدائية تدائية لا اي صف لا الاول لا الاول وين كانت المدرسة يبنوها في اي جهة من القرية في الجال الغربي في الجال الغربي بعيدة كانت عن القرية في الجال الغربي في القرية نفسه بس في الجال الغربي نعم طيب هاي المدرسة لا اي صف تتذكر لا تذكر لا الثاني لا اول لالثاني بس بجوز اه بس لالثاني درست فيها هاي عمي المدرسة ما درست فيها طيب اه ما كانش في مدرسة للبنات لا اكمن صف كمين غرفة كانت هاي عمي المدرسة تتذكر غرفتين المعلم اللي كان يجي درس فيها من وين كان اللهي ما اعلم منه ما تتذكر ومتتذكرش اسمه او كان في مديري لها المدرسة لا ما ما بعرف طب لما بنوا المدرسة يبنوا لها مراحيض بنوا لها دورة مياه لا ما بنوا لها ولا حد بس غرفتين يروحوا يدرس الولاد فيها ويرجعوا كانوا بدي وسعوها تطوروا ما دامت الله ما دامت الله طيب عمي هاي المدرسة كانت تابعة لدارة المعارف يقول لك الناس بنواها اهل القرية يتبرعوا هال القرية يتبرعوا ودفعوا مصاري وبنوا ولم علم اجي احساب المعارف اه احساب المعارف احساب المعارف تتذكر انه مثلا كان في نشيد وطني لهم لطلاب في المدرسة كان في اشي لا مش منتذكر طب الطلاب اللي كانوا يخلصوا الصف الثاني وين كانوا يروحوا يدرسوا بعد هيك بيت جبرين بعيد عنكم 2 كيلو 3 كيلو تتذكر حدا من الطلاب اللي كانوا يروحوا يدرسوا في بيت جبرين ويرجعوا كانوا يطلعوا الصبح ويرجعوا للعصر كانوا يطلعوا الصبح ويرجعوا للعصر يعني يوميا يطلعوا لا موقف التصوير موقف التصوير موقف التصوير